للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني لكي نطلع منه على أبرز محاور جلسات لجنة الدليل العام والإصلاح المالي نعم ريهام تحية لكي بالفعل انطلقت ظهر اليوم في تمام الثانية عشر ظهرا في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب هذه اللجنة لجنة الدين العام والإصلاح المالي وهي إحدى لجان المحور الاقتصادي وتناقش خمس نقاط من بين هذه النقاط التي ما زال المتخصصون والقبراء في هذه اللجنة يتشاورون ويتحدثون عنها للخروج بعدد من التوصيات ومن ثم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني من بين هذه النقاط شمولية الموازنة العامة للدولة وكذلك تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات هذا بالإضافة إلى حوكمة الموازنة العامة للمزيد عن هذه النقاط ومزيد من التفاصيل أيضا يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز سيادة النايب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابسية النايب بعد التحية يعني حادثنا عن مزيد من هذه التفاصيل التي يتم مناقشتها الآن أهلا بحضرتك أستاذ أحمد يعني إحنا طبعا جميعا نعلم مد أهمية المحور الاقتصادي جميع المحاور التي تناولها الحوار الوطني محاور مهمة سواء كانت سياسية أو الاجتماع المجتمعي لكن المحور الاقتصادي يسيطر على المشهد لأنه يرتبط مباشرة بحياة المواطنين إحنا عقدنا جلستين عامتين خلال الفترة السابقة فيما يتعلق باللجنة الخاصة بعجز الموازنة وشمالية وحدة الموازنة والدين العام إحدهم كانت فيما يتعلق بالإرادات وترشيد الإنفاق وعجز الموازنة والثانية كانت فيما يتعلق بالدين العام من نظر الأهمية الموضوع النهاردة إحنا بصدد منقشة وعقد جلسة خصوصية للتوصل والتوافق على التوصيات التي سيتم رفعها لمجلس الأمناء الحوار رفعها للقيادة السياسية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها سواء كانت إحالة بعض هذه التشريعات للبرلمان إذا كانت تحتاج إلى إصدار تشريعات أو إصدار قرارات من القيادة السياسية أو من الحكومة يعني كلنا نعلم طبعا أن موضوع الدين العام موضوع بيسيطر على المشهد ليس في مصر فقط ولكن على المستوى العالمي النظر يعني الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم كله الدين العام ليس قضية وليدة اليوم وليس خاص في مصر فقط الدين العام وعجز الموازنة هو موجود في كل دول العام العالم وهو موضوع ليس وليد الساعة ولكن متراكم منذ عشرات السنوات في مصر يمكن كثرة الحديث عنه في الفترة الأخيرة نظر الظروف يعني بعد 2011 يعني كان هناك عدم استقرار سياسي ترتب عليه عدم استقرار اقتصادي ومالي لكن الحمد لله يعني القيادة السياسية والدولة المصرية استطاعت يعني أن تعيد الأوضاع إلى استقرارها مرة أخرى ثم دخلنا في موجود تضخم معالمي الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الفوائد وسلاسل الشحن وتكلف النقل وخلافه وهذا المشهد يسيطر على العالم كله على وضع الاقتصادية والمالية على مستوى العالم وبالتالي مصر جزء من العالم البنية التحتية كانت يعني على مدى عشرات السنوات في مصر يعني ترهلت جدا وتراجعت فكنا بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية مرة أخرى وتحسين جودتها لأنه ده مهم جدا ده كله يعني بيحتاج إلى تمويلات النهاردة بنناقش خمس عنوين العنوان الأول فيما تعلق بوحدة شملية الموازنة وعجز الموازنة الثاني فيما تعلق بكيفية زيادة إيرادات الدولة بعيدا عن الاقتراض المحور الثالث يعني فيما تعلق بترشيد الانفاق لخفض عجز الموازنة والمحور الرابع هو ما تعلق بكيفية مواجهة مشكلة الدين العام وأخيرا فيما تعلق بيه حوكمة الموازنة العامة للدولة يعني إحنا لنا ثلاثة ساعات في منقشة عنوان واحد وهو وحدة شملية الموازنة البعض تحدث عن شكل علاقة الموازنة العامة للدولة بالهيئات الاقتصادية البعض تحدث عن الحسابات والسندوق الخاصة أراء عديدة من القوى السياسية جميعها من الخبراء لكن الجميع يعني يتفق على هدف واحد وهدف الوطن والمواطن وسيتم مرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بالتأكيد سات النائب ننتظر هذه التوصيات التي ينتظرها جميع أفراد الشعب المصري سات النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخط والموازنة بمجلس النواب نشكر حضرتك شكرا جزيلا وهكذا ريهيم يعني ننتظر هذه التوصيات التي تخرج من هذه اللجنة ومن ثم رفعوها إلى مجلس الأمناء ثم رفعوها إلى القيادة السياسية نتابعه معكم لحظة بلحظة إليكم زملائي في الاستوديو شكرا جزيلا مرات التلفزيون المصري أحمد الحسيني شكرا جزيلا على هذه المتابعة